السلام عليكم ومرحبا في درس ومرحبا بكم في درس من دروس البناء في الأفعال وهو الفعل المضارع والفعل المضارع هو الفعل الوحيد أو هو الزمن الوحيد الذي يكون معربا ويكون مبنيا أما الفعل الماضي كما ذكرنا والفعل الأمر لا يكون إلا مبني الفعل المضارع يكون منه معرب ويكون منه مبني نبدأ بحالات البناء ويبنى الفعل المضارع بشرطين أو في حالتين في حالتين أن تتصل به نون الإناث نون النسو يبنى عليه يبنى على السكون نحن المتحجبات يحفظ يحفظ أي يحفظن أنفسهن وكقول الله تعالى والمطلقات يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروا يتربصنا آخر الفعل نون النسو وقبلها هذه نون النسو هي لاحقة زائدة جاءت لتؤدي معنى في الفعل الحرف الأخير الأصلي من الفعل هو الصاد مبني على السكون على الصاد يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث وضمير الإناث أو بنون النسو ضمير مبني في محل رفع فاعل الحالة الثانية التي يكون فيها مبنيا الفعل المضارع يكون فيها مبنيا إذا اتصل بنون التوكيد اتصالا مباشرا بنون التوكيد التي تدخل على الفعل المضارع لتدل على تأكيد الكلام وقلنا اتصالا مباشرا أي لم يفصل بين نون التوكيد وبين الفعل أي فاصل ويكون الفعل المضارع مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا إيه مباشرا والفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون النساء يكون مبنيا على إيه يكون مبنيا على السكون وعلامة ذلك أن يكون المضارع قبل دخول نون التوكيد مرفوعا بالضمة أول ما دخلت عليه عندما دخلت عليه نون التوكيد اتصالا مباشرا يكون مبني على الفتح طيب لو اتصلت به ألف الاثنين ده يكون ليس مرفوعا بالضمة لا يكون مرفوعا بالضمة مرفوع بثبوت النون طيب اتصلت به هو الجماعة يكون مرفوع بثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة سنذكرها بعد ذلك لو اتصلت به يا المخاطبة أيضا يكون مبنيا يكون مرفوعا بثبوت النون فعلامة أن تكون نون التوكيد متصلة بالفعل اتصالا مباشرا أي أنه قبل دخول النون التوكيد يكون مرفوع بالضمة وليس مرفوعا بثبوت النون ويكون ذلك في الفعل المسندي للواحد يعني يكون فاعله مفرد ومن في حكمه نحو قوله وما في حكمه نحوه لا تهملن وكقول الله تعالى كلا لينبذن في الحطمة لو أننا حذفنا النون قبل أو أرجعنا الفعل إلى أصله قبل دخول نون التوكيد يقول ينبذوا مرفوع بالضمة فهنا يكون مبنيا على الفتح مباشرة لأن نون التوكيد اتصلت به اتصالا مباشرا بدون أن يفاصل فينبذن هنا فعل مبني على الفتح لاتصاله بنون توكيد اتصالا مباشرا ونون التوكيد حرف مبني على الفتح إلى محل له من الإعراب يبقى هنا الشرط في بناء الفعل المضارع على الفتح أن يكون متصلا هنا بنون ماذا؟ بنون التوكيد اتصالا مباشرا يعني مباشر بدون فاصل لألف الاثنين ولو هو الجماعة ولا ياء المخاطبة الحالة الثانية أن يكون معرضا متى يكون معرضا؟ إذا لم يتصل به لا نون النسوة ولا نون التوكيد مثل يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه ينفعه مرفوع ويجلس في علم المضارع مرفوع هنا على مترفعه الضمة لأنه معرض هنا مرفوع على مترفعه الضمة لأنه لم يتصل به لا نون النسوة ولا نون التوكيد اتصالا مباشرا وإلى محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى فإلى لقاء